السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصة العلوم الجميلة للصف الثاني متوسط لازلنا في الجهاز العصبي وتحديداً في الحواس بدأنا بالحصة الماضية عن الحواس في الجزء الأول وهو البصر اليوم نستكمل بقية الحواس ونشاهد كيف يتم الاتزام بها ذكرنا أن الوحدة الرابعة تتكون من فصلان الفصل السابع أجهزة الدعامة والاستجابة والحركة أما الفصل الثامن فهو يتكلم عن أجهزة التنظيم والتكاثر في هذا الفصل لدينا درسان الدرس الأول الجلد والعضلات وانتهينا منه بالكامل أما الدرس الثاني فهو يتكلم عن الجهاز الهيكلي والعصبي انتهينا من الجهاز الهيكلي وأيضاً مكونات الجهاز العصبي نتضرق اليوم ما هي وظائف الحواس لعملية الاتزان نسترجع سويا ما هي الأهداف والأهمية من هذا الدرس تحديد الوظائف الخمسة للجهاز الهيكلي العظمي المقارنة بين المفاصل المتحركة والثابتة وصف التركيب الأساسي للخلية العصبية أو العصبونات وصف كيف ينتقل السيال العصبي عبر الشق التشابكي المقارنة بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي تعديد المستقبلات الحسية في كل عضو من أعضاء الحساس ونكملها اليوم بإذن الله توضيح أنواع من المنبهات العصبية التي يستجيب لها كل عضو في أعضاء الحساس نتطرق لها للحصة القادمة تفسير كيف تؤثر العقاقير في الجهاز العصبي الأهمية التعرف كيف يتحرك كل جزء من أجزاء الجسم وكيف يكون قادر على تحريكه وكيف يتفاعل الجسم مع البيئة المحيطة بواسطة الجهاز العصبي مراجعة المفردات ذكرنا أن الهيكل العظمي هو مجموعة من العظام توفر الدعامة لمن؟ للجسم أما العمود الفقري فهو مجموعة من العظام تتصل معا بواسطة غضاريف مرينة تحمي هذا الحبل الشوكي المفردات الجديدة السمحاق الغضروف المفصل الأربطة جميعها تعرفنا فيها بالجهاز الهيكلي العصبونات والشق التشابكي والجهاز العصبي الطرفي والمركزي جميعها الجهاز العصبي الجهاز العصبي يعتبر من أهم أجهزة التنظيم المتعددة والتي تقوم بوظيفة ذكرنا جميع أجهزة الجسم لها وظيفة أساسية وهي الاتزان الداخلي في البيئة الداخلية للجسم يتكون هذا الجهاز العصبي من وحدة وحدة بناء الجهاز العصبي هي ماذا؟ الخلايا العصبية أو العصبونات ما هو تركيب الجهاز العصبي؟ نراجعه سوياً ذكرنا أن الجهاز العصبي جزئين الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي المركزي يحتوي على جزئين الدماغ وهو مكون من ثلاثة أجزاء المخ والمخيخ والنخاء المستطيل أو الشوكي الحبل الشوكي أيضاً من الجهاز العصبي المركزي أما الجهاز العصبي الطرفي فيسمى الأعصاب إحسنته هذه الأعصاب ذكرنا نوعين الأعصاب الجسمية أو الجهاز الجسمي والجهاز الذاتي ذكرنا أن الجهاز الذاتي هو جميع ما يتعلق بالأجهزة الداخلية أو الأعضاء الداخلية أما الجهاز الجسمي فهو ينقسم إلى جزئين أعصاب دماغية تتعلق بالوجه والرقبة أما الأعصاب الأخرى فهي تتعلق بالحبل الشوكي وتسمى أعصاب شوكية الحواس تحتوي الأعضاء على عدة أنواع من المستقبلات الحسية في الحواس التي تستقبل هذه المنبهات من من؟ من البيئة المحيطة أو المؤثرات الخارجية تنتقل السيالات العصبية إلى الدماغ أو الحبل الشوكي ثم يتم الاستجابة تبعاً للأمر أو الرسالة التي وصلت لذلك الجميع الحواس دورها هو عملية الاتزان الداخلي للجسام من الحواس ذكرنا مستقبلات حسية وهي الإحساس وأخذنا منها الجلد والشفتان والخلايا الحسية المنتشرة في أجزاء الجسام أعضاء الحواس ذكرنا البصر وتعرفنا عليه بالحصة الماضية تبقى لنا الحواس الأخرى نتعرف عليها اليوم ولكن في حصتنا الماضية توقفنا عند نشاطنا المنزلي اختبر نفسك سؤال رقم 9 صفحة 41 وضح وضح ما أهمية وجود مستقبلات حسية للألم والضغط في الأعضاء الداخلية لماذا يوجد في الأعضاء الداخلية وفي جساد جلد وغيره يحتوي على هذه المستقبلات ما السبب؟ نعم المستقبلات الحسية الداخلية تستقبل من؟ المنبهات الخارجية فتنبه وترسل رسالة لمن؟ للدماغ عند وجود خطر أو خطأ بالتالي يبدأ تكوين استجابة برد فعل منعكس تلقائيا فيحمي الجسم نفسه ويحافظ على اتزانه كيف تحافظ الحواس على الاتزان؟ تعرفنا في الحصة الماضية على البصر اليوم نستكمل السمع لكي نعرف كيف تعمل لابد أن نتعرف كما تعرفنا في العين على تركيب ممتاز تركيب الأذن الأذن تتكون من ثلاثة أجزاء أساسية هي أولا الأذن الخارجية صيوان الأذن والقناة السمعية بعد ذلك الأذن الوسطى هذه الأذن الوسطى تتكون من أجزاء هي غشاء الطبلة بعدها المطرقة والسندان والركاب ثلاثة عظيمات صغيرة هذه تعتمد على الاهتزازات التي تصل من القناة السمعية الاهتزازات تبدأ تطرق ثم تكمل هذه السلسلة بعد ذلك تصل إلى من؟ الأذن الداخلية من ماذا تتكون الأذن الداخلية؟ لاحظوا قوقعة كشكل قوقعة يلي الركاب لدينا القوقعة بالإضافة إلى القنوات الهلالية لكل جزء من القوقعة والقنوات الهلالية عملية أو مهمة في وظائف الأذن القوقعة تتكون من سائل وخلايا شعرية متصلة بالجهاز العصبي أما القنوات الهلالية فتتكون أيضا من العرف الأنبولي مرة أخرى العرف الأنبولي بالإضافة إلى الحويصلات بعد ذلك ترسل إلى العصب السمعي ثم يترجم هذه الرسالة هذا هو تركيب الأذن كيف يتم استقبال الصوت؟ نعلم أن أي صوت كما تسمعون الآن صوتي من خلال نعم أحسنتم موجات صوتية تنتقل عبر الهوى ثم تصل إلى صيوان الأذن ثم تنتقل أو تمر أو ترسل عبر القناة السمعية إلى الأذن الوسطى ما الذي سيحدث؟ في الأذن لدينا وظيفتان أساسيتان هما السمع والاتزان كيف ذلك؟ لديها وظيفة التوازن وأيضا السمع الوظيفة الأساسية هي السمع كيف التزان أو التوازن؟ نشاهد الآن السمع من الحواس الخمس الهامة تمر بعدة مراحل بعد استقبال الصوت المنبعث أو الصادر من المنبه الخارجي يصل إلى الأذن ثم يترجم في مركز السمع في الموخ ثم يعد ويسمع الصوت أو ترجمة يعد الصوت أساس العملية السمعية للتعبير عن طريقة استجابة الأذن للأصوات يستخدم مقياس نتعرف عليه إن شاء الله في الفصل الدراسي الثالث هو مقياس الديسبل نسبة للعالم المخترع لتليفون التليفون جراهام بيل كيف تتم العملية؟ شاهدوا معي هذه الصورة هنا وصلت الموجات دخلت إلى من؟ إلى القناة السمعية ترسلها القناة السمعية إلى الأذن الوسطى ماذا يوجد في بداية الأذن الوسطى؟ نعم غشاء الطبلة هذه الطبلة تطرق المطرقة والسندانة والركاب الركاب يستند على من؟ على القوقعة على القوقعة يستند على القوقعة في هذه القوقعة يوجد سائل يوجد سائل حينما تصل هذه الاهتزازات يبدأ يحتز هذا السائل ومن ثم هذه الاهتزازات مرتبطة أو هذا السائل أو هذه الأذن ترتبط بمن؟ بعصب سمعي هذا العصب السمعي يترجم هذه الاهتزازات ويصلها إلى الدماغ ثم بعد ذلك يترجم الرسالة ثم تظهر الصوت أو نسمع الصوت تعتمد نهايات الصوت أو الأصوات التي نسمعها على نهايات العصاب التي نستقبلها بهذه الطريقة تتم مراحل السمع تطرقنا للسمع أين هو التوازن؟ إلى الآن لم نصل للتوازن نشاهد إذن مراحل عمل أو طريقة السمع أنه أولا نبدأ يهتز الموجات أي شيء أو أي منبه كما تسمعون صوتي الآن يصلكم إيش؟ الموجات الصوتية تنتقل عبر الهواء تصل إلى الأذن الخارجية تنقلها القناة السمعية ثم بعد ذلك تصل إلى الأذن الوسطى في الأذن الوسطى يأتي عظام تطرقها غشاء الطبلغ ثم تطرق ثلاث عظام صغيرة المطرقة والسندان والركاب تطرقنا للركاب في الهيكل العظمي هي أصغر عظمة في جسم الإنسان هي أصغر وعظمة في جسم الإنسان بعد ما يتم وصول الاهتزازات الركاب تطرق من؟ من يليها؟ الأذن الداخلية من هي الأذن الداخلية؟ القوقعة والتي تحتوي على سائل حينما يصلها الاهتزازات يبدأ السائل يحتز فيرسل هذه الرسائل أو هذه الاهتزازات إلى الخلايا الشعرية التي متصلة بالعصب السمعي والذي يكون سيال عصبي يرسل إلى الدماء فنسمع هذه الأصوات أين التوازن؟ عندما يتحرك الجسم جسمنا يتحرك السائل الموجود أين؟ في أجزاء الأذن الداخلية من هي الأذن الداخلية؟ جزئين هما القوقعة تحتوي على سائل والقنوات الهلالية ممتاز يوجد بكلهما سواء القنوات أو القوقعة سائل هلامي يبدأ هذا السائل يهتز ينبه من؟ الخلايا الشعرية الخلايا العصبية المرتبطة به ومن ثم يتولد سيال عصبي ينتقل إلى الدماغ فيفسر هذه الحركة بعد ذلك يشعر هذا الشخص بالدوار يصدر الدماغ أوامره إلى العضلات الهيكلية أنها ماذا؟ تبدأ تتعامل مع حركة الجسم فيقوم الجسم بحركات جديدة حتى يعيد التوازن إذن عرفنا في الأذن وظيفتان هما السامح هذه الوظيفة الأساسية والتوازن نعم في الأذن الداخلية نشاهدها القنوات الهلالية وأحسنتم أيضا القوقعة شاهدوا معي بكرنا أن القنوات الهلالية تعتوي على جزئين هما العرف الأنبولي والحويصلات أين هي الحويصلات هذه؟ الحويصلات تحتوي على سائل هلامي هذا السائل بهذا الشكل حينما يكون الجسم في وضع الآن في وضع توازن نحن فالسائل إيش يكون؟ بشكل قائم معتدل لكن عند أنحناء الرأس تمارين الرأس أحياناً ننفذها يبدأ السائل الهلامي ينتقل مع كل حركة إذن في الشكل رقم 20 لدينا سؤال وضح أو وضحي لماذا ينتج عن دوران رأسك أو دورانك بسرعة شعور بعدم توازن؟ أحياناً نقوم بعملية دوران سريعة ونشعر بعدم التزان أو نشعر بدوار ما السبب؟ نعم لأن السائل الهلامي الموجود في الأذن الداخلية ماذا يكون؟ بسبب الخلايا الشعرية تكون سياء العصبي يرسل إلى الدماغ فيترجم الدماغ أن هذه الحركة يبدأ يرسلها للعضلات الهيكلية حتى يعيد توازن الجسم انتهينا من البصر والسم الآن الشم أحسنتم الشم ماذا يحدث في الشم أو كيف يبدأ الخلايا الحسية تشعر بالشم؟ جزيات الطعام تتحرك في الهواء فإذا دخلت إلى تجويف الأنف يبدأ المخاط تذوفي المخاط يؤدي هذا المخاط تصال بمن؟ مستقبلات شمية هذه المستقبلات تكون سياء العصبي يرسل أيضا إلى الدماغ سياء العصبي ينتقل إلى الدماغ ويفسر هذه الرائحة إذن ماذا يوجد في الأنف؟ مستقبلات شمية أحسنتم إذا كنت أو كنت قد شممت الرائحة من قبل أو شممت رائحة نفسها في وقت سابق أو سابقا يمكنك التعرف على هذه الرائحة بعد أيضا بعد ما تشم هذه الرائحة تسترجع هذه الرائحة مرة أخرى أما إذا كانت الرائحة جديدة يبدأ يكون هذا السياء ليرسل إلى الدماغ فيترجمها وبالتالي ستخزن وتذكرونها في الحالات المستقبلية انتهينا من الشم البصر والسم والشم الآن آخر جزء هو أحسنتم التذوق في التذوق حتى نستطيع تذوق أي طعام هذا سنتذوق بطرف اللسان لماذا نتذوق بطرف اللسان؟ طرف اللسان لوجود جميع اللسان يحتوي على براعم ذوقية فبالتالي يفرز اللعاب ويختلط كما يختلط في المستقبلات الشمية أيضا هنا يختلط باللعاب ومن ثم يترجم من خلال السياء العصبية ما هي البراعم الذوقية؟ هي مستقبلات رئيسية في اللسان لاحظوا معي هذا هو سطح اللسان سطح اللسان يوجد لدينا براعم البراعم أين؟ في الداخل هنا الفتحات أو الثقب الذوقي بالإضافة إلى وجود شعيرات ذوقية مرتبطة بخلايا حسية وأيضا خلايا داعمة وبالتالي جميعها ترتبط بالليف العصبي هنا يدخل الطعام هنا ومن ثم يخلط باللعاب ثم يكون السيال العصبي لدينا كم برعم في اللسان؟ 10 ألاف برعم ذوقي طيب حتى يكون لدينا هذا السيال العصبي ذكرنا أنه الطعام يدخل إلى الفم ويخلط باللعاب إذن لابد أن يكون ذائبا باللعاب في الأنف لابد أن يكون ذائبا في المخاب في الفم لابد أن يكون ذائبا في اللعاب وذكرنا في الجهاز الهضمي أن اللسان هناك أو الفم يوجد غدد لعابية ملحقة بالفم تقوم بعملية الهضم وخاصة تحليل الكربوهايدرات في البراعم مجموعة من الخلايا الحسية هذه الخلايا شاهدناها قبل قليل في الصورة لها شعيرات ذوقية رقيقة يدخل الطعام إلى الفم فيذوف اللعاب وبالتالي ينبه هذه الخلايا العصبية فترسل السيال العصبي عبر العصب الذوقي إلى الدماغ تستجيب معظم البراعم الذوقية لعدد من الأطعمة لكن هناك مناطق محددة في اللسان لطعام دون غيره يحس اللسان بالطعم الحلو وأحيانا بالمالح أو الحامض أو المر ذكرنا لكي نتذوق لا بد أن يخلق باللعاب يكون ذائبا في اللعاب هل الشم والذوق لها علاقة مرتبطة معا؟ هل عملية الشم والتذوق معا؟ نعم الشم والتذوق حاستان مرتبطتان معا تعرف أو يتم تعرف على رائحة الشوكولاتة قبل تذوقها حينما يمتزج اللعاب في الفم تنتقل أيضا الرائحة إلى التجويف الأنفي ومن ثم يبدأ هنا من خلال المستقبلات الشمية يربط الرائحة ثم جميعها تترجم في مركز واحد اسمه مركز الشم والتذوق يداب في اللعاب ينتقل إلى المستقبلات الشمية بالتالي سأستطيع تذوق وشم هذه الطعام من خلال مركز الشم والتذوق لذلك حاسة الشم أقوى من حاسة التذوق لماذا؟ نستطيع أن نحدد أكثر من عشر ألاف رائحة لكن التذوق محدود لأن هناك مواد خطيرة أو مواد كيميائية لا يمكن تذوقها أما الشم نستطيع أن نشم أي رائحة حولنا ولكن لماذا عندما نصاب بالرشح أو الزكام يبدو الطعام كأنه لا طعم له لعلكم تعلمون أن في جائحة كورونا أغلب من أصيب بكورونا فقد حاسة الشم والتذوق لم يفقد حاسة واحدة لم يفقد مثلا الشم لأنهم مرتبطين مع بعض فما السبب أن لا نستطيع التذوق أو لا نشعر بالطعام؟ ما السبب؟ لأن جزيات الطعام لا تستطيع الوصول إلى المستقبلات الشمية ذكرنا أن هناك مستقبلات شمية في الأنف وأيضا في الفم في البراعب إذا لم يصل سياء العصبي كامل إلى هذه المستقبلات الشمية فلا نستطيع التذوق ولا شم هذه الرائحة ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ المستقبلات الحسية في الأذن ذكرنا أن القوقعة تقوم بوظيفة الأسم والقنوات الهلالية وظيفتها التوازن أما الأنف فهناك المستقبلات الشمية أما الفم فهناك البراعب الذوقية طلاب وطالبات يدعونا أن نجيب على هذه الأسئلة سؤال ماذا قرأت؟ ما التراكيب التي تنتج السيالة العصبي اللازم لحركات الجسم إلى الدماغ لحفظ التوازن؟ من المسؤول في الأذن يقوم بعملية التوازن؟ هذه القناة، هذه الأذن الوسطى، هذه الأذن الداخلية من المسؤول أحسنتم العرف الأنبولي والحويصلات الموجودة أين؟ في القنوات الهلالية، أحسنتم في القنوات الهلالية هي التي تحتوي على وظيفة التوازن ماذا قرأت؟ ماذا يجب أن يحدث للطعام قبل أن نتذوقه؟ حتى نستطيع تذوقه، معرفة طعمه لا بد أن يذاب في اللعاب، أحسنتم كما يذاب أيضا في الرائحة، في المخاط كذلك نستطيع شم الرائحة كذلك في اللعاب لا بد أن يذاب الطعام في اللعاب وبالتالي وصوله إلى البراعم الذوقية أما ونشاطنا المنزلي اختبر نفسك سؤال رقم 6 سم أو سمي المستقبلات الحسية في العين والأنف والأذن أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط وتذكروا عليكم بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة ودمتم سالمين، فمعن الله